قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا يوم السبت المقبل عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وآدائها اليمينة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأوضح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هدف الاجتماع التنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات وأضف رشوان أن التوصيات من بينها والتي ستكون لمجلس الأمناء مطالبته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وأكد رشوان أن مجلس الأمناء سيتابع في اجتماعه القادم للتماس الذي قدمه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين